لا اقطاب اليوم او اطراف تذكي رائحة الخراب ولا تكرار لمقبرة التضحيات تلك التي امتلأت من شمال الارض وحتى جنوبها وما بين نهرين رافدين رفد العراقيون هويتهم الواحدة لا طائفية فيها او تمييزة رفدوا ارضهم بالصبر على المحن فكانت الخسارة قاهرة حارقة للبشر والشجر لكن العراق حي لا يموت ينبض شعبه اليوم بانتظار غد جديد يقف فيه رئيس حكومة على نقاط القوة كاشف النقاط الضعف ضاربا بخطبه الوطني الجامع بيد من حديد وجه كل محتال عنيد يريد للعراق فتنة وارهابا اهلك فيه الظلام ام الربيعين موتا للحرث والنسلة ينطقها الرجل العسكري والسياسي ليس من على كرسي المنصب انما من عمق مبادئ المرجعية الدينية مصدرا بيانه باسم حكومته مخاطبا شعبه الواحد على امتداد العراق الكامل لا نقص فيه ولا تفضيل لذا كانت مصرحته كاملة بجرأة تكشف حقيقة الاهمال المتراكم لسنوات وغياب رعاية المؤسسات الامنية وكأنها رسالة جهاد من نوع اخر جهاد في وجه الفساد يريده الرجل في خطابه المباشر لكل عراقية وعراقية تحية للعراقيين الذين لبوا فتوى المرجعية التي اعلنها المرجع الاعلى السيد علي السستاني تحية من ايمان حقيقي ليس يؤمن فيه الكاظم وحده انما هو ايمان العراقيين جميعا ما جعل العراق في صدارة الامام التي قهرت وحشا ارهابيا ادخل الرعب لبيوت البشر في العالم اجمع لكن الكاظمي قال كلمته في بيانا وطني يفتح الباب لغد سياسي يعلو فيه صوت الديمقراطية نداء العقل والحكمة على صف واحد اوله العراق واخره العراق لا فرق للون على لون او مذهب على مذهب يعيد بمستقبله ماضيا كان وحاضرا يريد له الشعب ان يكون اشتركوا في القناة